معرض بغداد الدولي للطاقة بدورته السابعة يشرف على افتتاحه وزير الكهرباء العراقي وبمشاركة شركات محلية وعالمية رصينة أهمها مجموعة بانس القابضة تعرف أن وزاعة الكهرباء لديها عمل كبير مع معظم الشركات العالمية والمحلية والإقليمية هذا المرأة المشاركة بمجموعة كبيرة من الشركات العالمية وأيضا الإقليمية والمحلية كل هذه الشركات حسب اختصاصه شارك أو يشارك في دعم قطاع الكهربائي بتطير هذا القطاع من حطات إشاء محطات عملاقة لإنتاج الطاقة إشاء خطوة جديدة مجموعة ماس القابضة واحدة من أهم الشركات المعنية بمجال الطاقة وجدت أن مشكلة الانقطاع المستمر والمتكرر للتيار الكهربائي ناجم عن انعدام الجباية الذي من شأنه أن يطور هذا القطاع في حال لو أنه كان منتظما طبعا السبب الرئيسي عدم موجود الجباية نحن ننتج أربعة آلاف وخمسمية المحطات الأخرى في بغداد تنتج بحدود ألف وخمسمية هذه الكمية من الإنتاج تغطي حاجة العاصمة بغداد لو كان هناك جباية ولو كان هناك اقتصاد في الصرف من قبل المواطن أحمد إسماعيل رئيس مجلس إدارة مجموعة الماس القابضة يجد أن استثمار الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء هو الحل الأمثل لتطوير هذا القطاع ويعلن جاهزية شركة ماس للاستثماري في هذا المجال في العراق يعني مهيئ جدا للطاقة الشمسية وبالذات الجنوب يعني جدا ضروري بناء محطات جديدة تعتمد على الطاقة الشمسية وحتى من استهلاك أولا صديق للبيئة ثانيا ماكو استهلاك للوقود لدينا الرغبة في حالة أن تغطي الوزارة خطوات جديدة في هذا الموضوع نحن لدينا الرغبة أقل شيء نساهم بألفين ميجاوات طاقة الشمسية سواء كان في الوسط أو كان في الجنوب هذا المعرض بدورته الحالية يهدف لتعزيز مجال إنتاج الطاقة وتمكين المستثمر من تطوير هذا القطاع بمشاركته الفاعلة من بغداد محمد فراس قناة التغيير